حقق حزب التجمع الوطني اليميني اختراقا كبيرا عبر حصوله على ما بين 60 و100 مقعد في الجمعية الوطنية الفرنسية وفق توقعات أولى وبذلك يكون حزب مارين لوبين التي واجهت إيمانويل ماكرون في الدورة الحسمة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية قد ضعفت عدد نوابه 15 مرة وتجاوز السقف المطلوب لتشكيل كتلة في الجمعية الوطنية في سابقة منذ أكثر من 35 عاما الرئيس بالوكالة لتجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان أشهد بالنتائج التي حققها حزبه الأحد الماضي في الانتخابات تشريع الفرنسية معتبرا أنها توسنامي وخسر التحالف الذي يقوده الرئيس ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الفرنسية ما من شأنه أن عرق السير بصلاحته في ولايته الثانية بحسب توقعات أعلنت في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية ويتوقع أن يحصل التحالف معا على 200 إلى 260 مقعد مما يمنحه أغلبية نسبية تجبره على السعي للحصول على دعم مجموعة سياسية أخرى لإقرار مشاريع القوانين علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 289 مقعد وأظهر التوقعات أورية لمؤسسات بارزة للتنظيم استطلاع الرأي أن الانتخابات التي جرت الأحد ستفضي إلى برلمان معلق وستظل حكومة ماكرون تتمتع بالقدرة على الحكم لكن فقط من خلال المساوامة مع المشرعين ويمكن أن يحاول الوساطيون تفاوض على أساس كل حالة على حدة مع مشرعين من يسار الوسط ومن الحزب المحافظ بهدف منع نواب المعارضة من أن يكونوا كثيرين بما يكفي لرفض الإجراءات المقترحة ويمكن للحكومة أيضا في بعض الأحيان استخدام إجراء خاص ينص عليها الدستور الفرنسي لاعتماد قانون بدون تصويت وحدث وضع مماثل في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوان متران الذي كان عليه بعد ذلك طلبوا دعم من الشعوعيين أو الوسطيين لتمرير القوانين المطلوبة ترجمة نانسي قنقر